في حين يعاني ملايين اليمنيين أوضاعاً بالغة الصعوبة بسبب الحرب يأتي تأكيد أممي جديد على قيام ميليشيا الحوثي بنهب المساعدات الإنسانية وتجييرها لمصلحة قياداتها واستخدامها كأداة في حربها على اليمنيين برنامج الغداء العالمي قال إن التحدي الأكبر الذي يواجه عمله في اليمن لا يأتي من الحرب المباشرة بل من الدور المعيق وغير المتعاون لبعض قادة الحوثيين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم قال البرنامج التابع للأمم المتحدة إن العاملين في المجال الإنساني في اليمن لم يمنحوا حق الوصول إلى الجياعة كما تم حضر قوافل المساعدات من قبل مسؤولي الميليشيا بالإضافة إلى تدخلهم في عملية توزيع الأغذية والأهم والأخطر هو قيام سلطات الحوثيين بوضع عقبات متكررة أمام عملية اختيار المستفيدين من المساعدات بحيث يتم توجيه المساعدة إلى أناس موالين للجماعة وحرمان بقية اليمنيين هذا التأكيد الأممي كان مصحوبا بتحذير نهائي بتعليق عملية الإغاثة وهو ما من شأنه وضع حياة ملايين اليمنيين على المحق كما يفضح الدعاءات ميليشيا الحوثي التي تتاجر بآلام اليمنيين في إطار مساعيها لتغطية الجريمة الأساسية المتمثلة بإشعالها لهذه الحرب والتركيز على الوضع الإنساني لتخفيف الضغوط عنها من أجل إنهاء الحرب ليست هذه المرة الأولى فقد سبق أن أكدت تقارير أممية عمل الحوثيين على نهب المساعدات وتحويلها لصالح تمويل حربهم وفي حين يبدو أن ذلك سلوكا دائما من الميليشيا لا يبدو أن المنظمات الأممية تعمل على الحد من هذه الانتهاكات أو مواجهتها فعليا من خلال الآليات السياسية التابعة للمجتمع الدولي وحين تتخذ إجراءا فإنها تهدد بمعاقبة جميع اليمنيين من خلال قطع هذه المساعدات عنهم الحكومة اليمنية دعت الأمم المتحدة إلى إجراءات تصحيخية شاملة لآلية عمل منظمات الإغاثة ولكن يبدو أن خيارا مثل هذا سيبقى مطلبا بعيد المنال بعدما كشفه ناشطون من فساد واستغلال في عمل هذه المنظمات ذاتها